السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حشتني جدا جدا يا رب تكونوا بخير ربنا يجعلنا سنة سعيدة عليكم إن شاء الله ببناسبة الشتاء والعام الجديد والشتاء طبعا جاية سنة جديدة جدا النهاردة جاية لكم وصفة كنبلة 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 اللي بقى للناس بقى للرجلها اللي بقى الناس اللي شغالة للأشف والكلح اللي في الرجل دي تعالوا بينا كده نبدأ أول حاجة معانا أربعة معلق من ملح الطعام ملح خشن ملح العادي اللي احنا بنطبخ بيه فش اي مشكلة خالص اما حاجة يكون معايا حاجة بتنزل الجلد الميت تمام ومعانا كمان معلقة من الخل الابيض ولو خل تفح اوكي ما يضرش خالص احنا هناخد معلقة واحدة بس علشان احنا مش عايزين ندوب الملح مع الخل احنا عايزين الملح يبقى لسه ثابت وخشن زي ما انتو شايفين كده حلو تمام حلو تمام كمان معانا كمان معلقة من البيكين باودر او البيكين كيسودة اللي انتو عارفينه طبعا ان احنا كلنا بنستعمله في الحلويات ده حلو جدا جدا يا بنات في التأشير وعن تجربة انا عمتا هعمله قدامكم بالفعل علشان انا بحب اجرب كل حاجة قدامكم تمام الوصفة دي هتدمنيها في تنظيف الرجل ولا هتنقعي بقى رجلك ولا اي حاجة موضوع كله مش ياخد منك نص ساعة بالكتير ورجلك هتبقى فلة شمعة منورة تابعي الفيديو للاخر ويلا بينا نبدأ وتعالي نمرش بقى يلا نمرش طبعا رجلية مش نضيفة خالص ناشي واسف على المنظر بس انا حبيتها وريكو بقابنت ربنا ان انا فعلا رجلية مجهدة تمام وانا ما عملتهاش بقى لي فترة ما عملتش الوصفة دي بقى لي فترة تلتة اربعة تيام مثلا تمام الوصفة دي بتتعمل قد اي رنوش كل يوم قبل ما تنامي نص ساعة وهقولك تعملي ايه كمان كل يوم لو انت بقى مش في الشتا ورجليكي يعني مهتمية بيها زي كده انا بعتمي برجلي على طول فطبعا مش بعملها كل يوم بصراحة انا بعملها ممكن كل تلتة يام اعمل الوصفة دي لان انا ما عنديش اشف بعد الشر ولا اي الكلام ده لو انت بقى رجليك فيها كعبك في تشاققات عنديك اشف يعني البلد يعني بكلنك بالبلد يا جماعة يعني تمام ورجليكي مثلا محتاجة تعمل سكراب اللي هو البس كده كل يوم ايه بعمليه لحد ما تلاقي الحاجة دي اختفي طبعا ناخد من الوصفة كده وزي انت ما شفت وحطت على رجلي وكعبي وصابعي ووش رجلي وكل حاجة في رجلي طبعا انا هستخدم الوصفة دي على رجلي الاتنين بس انا اشتغلت معاك وعلى رجلي واحدة بس عشان وقت الفيديو معايا طبعا وقت التصوير بصوا انا رجلي كانت غمقه يعني كانت تعبانة مرهقة ومكنتش عاملها بالوصفة دي تبقى ليه كم يوم بصراحة بصوا بقى بعد ما حطيت الوصفة طبعا انا فرشت فوتا الا اول تحت رجلي لان ايه طبعا هينزل جلد ميت وهينزل الملح ده كله عايز اقولكم الملح كان نزل احيات ربنا مسود خالص مش قوي يعني بس ده طبيعي لان الجلد الميت بينزل مع الملح الملح بيقمرش الرجل بيخلي الرجلي فلة البيكن بودر بينزل الجلد الميت وكل التوسخات اللي في الرجلي كلها تمام وبينزل كمان الخلاقة الميتة اللي هتوقع في الكعب وبين الضوافر وبين الودنة وبين الصوابع كل ده يا جماعة الخلي جميل جدا جدا الخلي من الحاجات اللي بتفور اي كلف اي تصبغات خليه حلو اوي بس طبعا مش هنستخدمه في اماكن واماكن الرجل اوكي متقوليش في جسمي وفي ناس بتستخدمه بس في وصفات معينة تمام ان شاء الله بقى اعملك وصفة للجسم دخلكو فيها الخل لو عندي الخل ابيض تمام اوكي ماشي زي كده خليت وفاح اوكي برضو ام هنمرش كده ونمسك رجلية شايف الرجلية والله رجلية او ما صورت مكادش كده انا الوصفة دي انده يعني انا بصراحة خدت عليها جدا بقيت ادمان بالنسبالي اللي بقيت عملها على طول من كتر ما هي سهلة ومكوناتها متوفرة في المطبخ عندي في البيت وكمان نص ساعة كده وانت قاعدة ولا بقى بتنقعي رجلك ولا تسقعي نفسك ولا الكلام ده امرش 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 كله ما فيش نص ساعة الموضوع وفلة قوي عليك هتول الشتة لو مش تعال وصفة دي وحيات ربنا هتدعي فيه فعلا فعلا هتدعيلي فعلا هتدعيلي جدا 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 وصفة دي حلوة قوي 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 كمان للناس اللي مرهقة واللي بتشتغل واللي بتخرج كل يوم تعالوا بقى اكده انا غسلت رجلي عادي بمية سقعة وهنشفها هوت بصوا بقى رجليها يعني الفرق بقى شاسع خالص الكاميرا اكد موضحة طبعا انا رجليها بقى تفلة عن الاول بكتير انا رجليها مكتش فيها حاجة ولا اشف ولا الكلام ده بعد الشر طبعا احنا عملنا اول وصفة تعالوا بقى قولكم الوصفة التانية او المكونات التانية اللي هي بقى هتخليها فلة نعومة الريحة نعومة كالاطفال عارفة البيبيهات معنا معلقة نشا او كورني فلاور تمام معلقة اي كريم مرتب انت بتستخدمي البشرتك او لجسمك انا طبعا الناس اللي عارف انا بستخدمي بانسينول او كي حط معلقة بانسينول او حتة كده بانسينول على معلقة ونص من النشا حلقة او الكورني فلاور معانا كمان معلقة كبيرة من الفيزلين الطبيعي هتقولي لي هنحط النشا على رجلنا يا رنوش هقولك اه يا نعمة ربنا بس اللي انت بتعرفوش يا ست البنات ان النشا دي بيستخدموها برا الدول اللي برا المتحضرة مش طبعا مش احنا خالص بيستخدموها في الكريمات والمسكات والاسكرابات بتاعت الجسم لان النشا مفيدة جدا جدا الجسم بيض وبتدي نظرة حلوة قوي وبتشيل اي صبغات تمام ده بالنسبة للنشا طبعا الفيزلين بينعم وبيطر جدا الجلد كلنا عارفين المعلومة دي وهنحط كمان معلقة زيت ورد تمام ومعلقة زيت جوز الهند طبعا زيت جوز الهند طبعا زيت جوز الهند طبعا بينعم وبيطري وبيشيل تصبغات برضو وزيت زيت الورد طبعا بيشيل اي لون غامق من الرجل وبيشيل الخلال ميتة يا جبانات يا بنات وقولتلكوا قبل كده انت لو كفيلة بس بقطنة كده تمسح بيها رجليكي الموضوع انتهى بزيت الورد بس او بيديكي او اي اماكن اي مكان بقع عندك في جسمك زيت الورد هايل جدا جدا الوصفة دي جربيها اقسم بالله هتدعيلي هتدعيلي رجلك هتبقى فلة لو انت شغلة ورجلك مجهدة على طول وخصوصا يا بنات في الشتة اهتموا برجلكوا علشان الرجل والايد هو مظهر الست والبشرة عمتا ثلاث حاجات طول لو انت بتخرجي على طول لازمة تهتمي بثلاث حاجات دول انا رجلي هتامي بيها خصوصا في الشتة هنشت طبعا بتبقى فيها شوية تكسل شوية ما حبتش بقى رجلي في المية والكلام ده الوصفة هي على الناشف وعلى الخشن وبجد بجد هتفرحي قوي بيها طيب احنا عملنا بقى الوصفة اللي هي التانية دي اللي هي النشا والفوزلين والزيوت الجوز الهند وزيت الورد طبعا الوصفة دي جميلة جدا جدا هنلبس الشراب بتاعنا او البوت او اللي انت بتنامي بيه عايز تلف في رجلك بكيس اللي هو الستريتش دوت لف فيها مشكلة والصبح تقلعي عادي بس انا بتفضل الشراب ويكون الشراب بتاعي منادي شوية عشان يمتص اي ده الرجلك هتطلع سخنية طب لو احنا عايزين بقى يا رنوش ندلع كعبنا كده ونخليه كعب الغزال يوم يتحني كده ومحمر طيب انا عن نفسي بحب الحالات الطبيعية جدا ده دم غزال اوكي وانا الوصفة عاملها هناك هوت في علبة تانية دم الغزال شفتوا الوصفة اللي هي في البولة البني ديت او دوت كده اللي هي الفوزلين والنشا هنطيف عليه معلقة او نص سنت كده سنت شعراية من الدم الغزال اللي بيبقى احمر جدا ونضحك كلف ببعض وكده بالمعلقة